الحقيقة اليوم النهاردة كان يوم مختلط المشاعر يعني من أكتر الأيام اللي كان فيها حزن وفرح يعني مشاعر الحقيقة كانت متدخلة ومتضربة بشكل كبير توكيو والإنجازات اللي حصلت في توكيو والدهب دي مشاعر طبعا فخر واعتزاز وسعادة بأبطالنا وبوطننا وبما يتحقق الحياة في هذا الأمر وهنيجي طبعا عليه ولكن الخبر الآخر اللي احنا استقظنا عليه جميعا وفجئنا وإحنا بنقرأ كل واحد فينا قبلوا الحقيقة بمشاعر مختلفة من الحزن ومن الألم ناس ممكن ما تعرفش هذه الشخصية اللي رحلت عن عالمنا بشكل مباشر أو بشكل شخصي ولكن الناس بتقول أنا عايزة أروح بكرة أحضر الجنازة أنا عايزة أروح بكرة أحضر الدفنة أنا كنت بحبها دي نعمة نعمة النهاردة توفت نهاردة رحيل الأستاذة الفنانة الحجة دلال عبدالعزيز رحمة الله عليها اللي أكيد كلنا وناس كتير جدا كانت بتدعو لها تدعو لها بالشفاء على مدى الثلاث شهور اللي فاتت بعد ما أصيبت بالكورونا وناس كتير كانت بتتابع حالتها وناس كتير كانت بتتواصل مع أخويا وزميل العزيز رامي رضوان وبتتابع اللي كان بيكتبه رامي والكل كان بيتلمس كل يوم أي خبر يطمننا على دلال عبدالعزيز الأستاذة القامة الكبيرة وكانت الناس بتفرح وبتستبشر خير لما كان بيتكتب إن الأمور كويسة وإن الحالة بتتحسن ودعو لها والناس كانت قد إيه بتخاف وبتقلق وبتزعل لما كان رامي أو حسن الرداد الفنان الجميل كان برضو بيكتب ويقول الحالة صعبة شوية ودعو فالناس كانت عايشة طول الثلاث شهور اللي فاتوا مع الحجة دلال عبدالعزيز الأستاذة دلال عبدالعزيز بشكل كبير جدا إلى أنجاء هذا الخبر اليوم ويعني سبحانه من الله الدوام الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مرضها الحقيقة ومعاناتها طول التسعين يوم اللي فاتوا فيه ميزان حسنتها إن شاء الله رامي الحقيقة يعني النهاردة برضو كان اللي كتبه النهاردة الظهر الحقيقة كان صادم بالنسبة لنا جميعا كنا بننتظر إن رامي ممكن يقول ده فيه تحسن أو الحالة كذا ولكن الحقيقة يعني اللي كتبه رامي لا أراكم الله فيه عزيز صلاة الجنازة عروح المرحومة حبيبتي دلال عبدالعزيز غدا بمشيئة الله طبعا في مسجد المشير تنطوب بالتجمع الخامس حقيقة كان هذا الخبر صادم لنا جميعا كمتابعين ومحبين وارتبطنا وجدانيا بالفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز وأكيد طبعا يعني زملائها وحبيبها واخوتها في الوسط الفني هم أكثر ألما وأكثر حزنا بكل تأكيد